الثانوي مسارات رياضية الثلاثة الآن السؤال الأول اختيار من متعدد بيقول ما هو صفر الدالة صفر الدالة يعني بيخلي الدالة صفر بروح أساوي قاعدة الدالة الصفر زيك ثلاثة اكس ناقص اثنين تساوي صفر ننقل اثنين للجهة الثانية بتصير ثلاثة اكس تساوي اثنين بقسم على ثلاث بتصير اكس تساوي اثنين على ثلاث إذن صفر الدالة هو اثنين على ثلاث السؤال الثاني بيقول قذف صاروخ خمسة الأرض إلى أعلى فإذا كان ارتفاع ويعطى بالعلاقة هاي حيث تي الزمن بالثواني ودي تي المسافة بيقول إذا أهملت مقاومة الهواء جد السرعة المتوسطة ما شوفوا السرعة المتوسطة يعني متوسط معدل التغير في الفترة من ثلاث لأربع ثواني فهذا رح يكون سرعة المتوسطة رح يتكون دي للأربع ناقص دي للثلاث على أربع ناقص ثلاث ويسأب نروح الآن نعوض الأربعة بهذه الدالة شوفوا شو تطلع معنا عوضنا دي الأربعة بالدالة هاي طلعت ثلاثين عوضنا الثلاث في الدالة هاي طلعت ثلاثين وسبعين على واحد بطرح ثلاثين ناقص ثلاثين يطلع سالب أربعين إذن الإجابة سالب أربعين قدم بالثاني السؤال الذي يلي بيسأل عن الدالة مجال الدالة لحظوا هاي الدالة في عندي حاجتين بدنا ننتبه لهم إنه أول إشي فوق في عندي جذر والجذر بده يكون اللي بداخله أكبر أو يساوي صفر وتحت عندي مقام ممنوع يكون صفر إذن بنحل كالتالي أول شي من ناحية المقام X ناقص خمسة اللي بالمقام بدي إياها لا تساوي صفر يعني X لا تساوي خمسة هذا حصلنا عليها من المجال ثم الجذر اللي فوق بدي اللي بداخله أكبر أو يساوي صفر يعني 2X ناقص 3 بدأ تكون أكبر أو يساوي صفر انقل الثلاث وقسم على 2 بتصير X أكبر أو يساوي 3 على 2 وهذا بيعطينا جزئية أخرى إذن المجال رح يكون X أكبر أو يساوي 3 على 2 وX لا يساوي 5 السؤال الخامس هو تحويل غير قياسي يؤدي إلى تضييق أو توسع منحنة دالة الرأسية تضييق والتوسع يسمى التمدد الآن بده إذا كان جيل X حيد دالة وF X حيد دالة بده F بعد G للستة F بعد G للستة يعني F لG الستة هذا بيساوي إذا نروح نطلع G الستة كم G الستة 4 ب 6 24 ناقص ثمانية أنا بعوض وين بجيه هنا هي جيه الستة وجيه الـX بعوض فيها ستة 4 في ستة 24 ناقص ثمانية 24 ناقص ثمانية فيها 16 يعني أنا بدي الآن F للستة عش بنروح نعوض الستة عش بF هنا 16 اللي هو أجه من جيه الستة يعني جيه الستة عاي بتتعوض في F جيه الستة طلعت 16 16 بدأ عوض بF 2 في 16 32 32 ناقص ثلاث تطلع 29 20 السؤال السابع أي الدولة الآتية دالة عكسية للدالة 2 X زائد 9 كيف نطلع الدالة العكسية بنروح نحط بدأ F X سويا هي X يساوي بدأ X هي Y الدالة العكسية Y زائد 9 نجعل Y موضوع قانون يعني لحالها بنقل التسعة الجهة الأخرى بتصير X ناقص 9 تساوي 2Y X مع 2 يعني بصير Y اللي هي الدالة العكسية X ناقص 9 قسمة 2 إذن إجابة X ناقص 9 تقسيم 2 أي الدوالة الآتية لها اتصال عدم اتصال لا نهاية طبعا هاي كثيرة حدود اللي هي D D كثيرة حدود دائما متصل C هنا عدم اتصال قفزي هنا لاحظوا تعطي صفر على صفر هذا يسموه قابل للإزالة فاللي بيعطي هنا لو عوضنا بدل X 4 نوص تصير 1 على صفر إذن هنا في عدم اتصال لا نهائي عند ال 4 نوص هنا السؤال السؤال التاسع ما الانسحاب الذي جرى عدال لأم X تكعيب X ناقص 7 لحظوا ناقص 7 وداخلي مش برة لو برة نقول للأسفل أما ناقص 7 بالداخل الناقص بالداخل بيروح لليمين إذن 7 وحدات لليمين سؤال العاشر إذا كان F X Z G X Z F X Z F Z G F X X 3 Z G X X X 4 يساوي نجمع X X 3 X ناقص نجمع الأعداد يطلع 7 إذن الإجابة 3 X ناقص 7 1 1 8 9 9 10 9 10 10 10 10 10 10 10 10 11 10 12 14 15 15 15 15 15 16 16 20 اكتبه بالقلم هنا X أس 0 X أس 0 كمان زوجي يعني هذي على طول انت بتعرف انها زوجية بس اذا بده حسب القاعدة انه H X بتساوي H سالب X يعني لو عوضنا سالب X الستة لانه السالب مع الستة الزوجي بيروح فبالظل زياد اذا زوجية هذا السبب انه HLX يساوي H وكمان انا شايف الاسس كلها زوجية يكون عندك عدد لحاله الصفر يعتبر زوجية سؤال الثالث جد مقطع Y مقطع Y احنا قبل شوية لما اجدنا صفر الدالة السؤال الاول خلينا الدالة تساوي صفر وطلعنا صفرها يعني هو مقطع X صفر الدالة اما مقطع Y سهل اسحل بس بدك تعوض الصفر هو H للصفر مقطع Y روح نعوض الصفر أربعة في صفر ناقص تسع وبيطلع سالد تسع يقول على التعريف الدالة هذه حتى تصبح متصلة زي نقول F X X تربيع ناقص 25 على X ناقص 5 إذا X لا يساوي 5 لأنه عند الخمسة بصير عندي مشكلة لما X يساوي 5 بتصير الدالة صفر على صفر هنا بتصير صفر على صفر كيف أخلص من الصفر بحلل هذه X ناقص 5 في X زائد 5 اللي بحللة X تربية ناقص 25 تطلع X ناقص 5 في X زائد 5 تمام على X ناقص 5 الآن بتروح X ناقص 5 مع X ناقص 5 يعني هاي طريقة عشان نسلم من ما نعمل جدول الآن بنعوض الليمت لما X تقترب من 5 بنعوض 5 بيطلع 5 زائد 5 يساوي 10 إذن بحط 10 حدد المجال والمدال هذه الدالة بالنسبة للمجال المجال يمين يسار في السهم يتجه لليمين واليسار هو R نسال بما لا نهاية لما لا نهاية أو بمعنى آخر المدى يختلف المدى بادي من هنا وصاعد مدى معك من سالب ثلاث لما لا نهاية المدى بنطلع من محور واي استعمل التمثيل البياني لوصف سلوك الدالة طرفي الدالة سلوك زي هيك نكتب limit FX X بتروح للمالة نهاية بتساوي أو limit كمان FX X بتروح للسالب مالة نهاية بتساوي مالة نهاية يعني أقصى اليمين أقصى اليمين F وين رايحة للأعلى إذن موجب مالة نهاية طيب وسالب مالة نهاية اللي هي هنا الجهة هاي الـ F برضو طالع للأعلى الـ F طالع للأعلى لموجب مالة نهاية السؤال السؤال البعد السابع ستعمل التمثيل البياني الآتي لتحديد فترات التزايد والتناقص أو الثابتة أو الثابتة مقربة لأقرب نصف فترة نحتاج تقريب لنا واضحا بينه إنه هاي الفترة كلها الدالة متناقصة ثم بهاي الفترة الدالة متزايدة إذن نجيب كالتالي متناقصة متناقصة من سالب مالة نهاية للصفر نأخذ الفترات من محور X ومتزايدة من صفر لما لا نهاية استعمل التمثيل البياني لتقدير قيمة X التي عندها قيمة قيم قصوى مقربة إلى نصف درجة وأوجد قيمة الدالة عندها وبين نوعها شرح لكم سوي جدوى الأحسن يلا هنا يلا هنا قيمة قيمة التي عندها قيمة قصوى قيمة 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 الدالة عندها نوع القيم القصوى تمام تمام يلا ونصف ونصف كم تقريبا قيمة الدالة عندها نطلع من الرسم ما في داعي نعوض هنا بالقاعدة ما في داعي نعوض بالقاعدة إذا قيمة الدالة عندها ستين نوعها عظمى محلية كمان في هنا عند اكس يساوي سالب اثنين ونص قيمة الدالة تحت سالب ستين صغرها محلية هنا ما في هذه مش واضح كثير انه في حول الصفرة ما في طيب اثبت جبريا ان كل دالة تمثل دالة عكسية للأخرى اول اشي بالروح نطلع اف بعد اجي للأكس افو افو نطلع اف بعد اجي للأكس يعني بالروح هو اف لا اكس ناقص ثلاث على اثنين بنعوض هذا اللي هو جيل اكس جيل اكس هذا جيل اكس بنعوضه هنا بدل الاكس في اف فبشر بتصير اثنين في اكس ناقص ثلاث على اثنين زائد ثلاث هاي مع هاي بتروح بيظل عندي اكس يعني اذا طلعت اكس وكمان جي بعد اف الروح نطلع لان جي بعد اف للأكس اذا طلعت اكس زي كمان الاولى لازم الثنتين يطلعوا اكس بيكون كل دلة بعكسية للاخرى لان بدي جي لأف الاكس جي لاثنين اكس زائد ثلاث يعني هاي اثنين اكس زائد ثلاث اللي هي الاف بدي اعوضها بجي هنا يال صير تسابق بدل الاكس اللي عندي جي بحط اثنين اكس زائد ثلاث بكمل الدلة ناقص ثلاث على اثنين بيروح زائد ثلاث مع ناقص ثلاث بيظل اثنين اكس على اثنين وهاي اثنين مع اثنين بتروح يظل عندي اكس بما انه نكتب هنا بما بما ان اف بعد جي للاكس تساوي جي بعد اف للاكس وكلاهما يساوي اكس فان اف وجي تمثل دالة عكسية كل واحدة دالة العكسية لجي بتلاقيها اف ثم تجد الدالة العكسية لأف بتلاقيها جي برضو تعتبر طريقة جبرية لان السؤال العاشر يريد ضرب دالتين اف و جي فبنجيب اف اللي هو اكس تكعيب ناقص واحد ضرب اكس زائد واحد استخدم خاصية التوزيع في عملية الضرب اكس تكعيب في اكس اكس قوة اربعة اكس تكعيب في زائد واحد زائد اكس تكعيب سالب واحد في اكس سالب اكس سالب واحد في سالب واحد سالب واحد في موجب واحد سالب واحد يعني الاكس تكعيب ضربنا هنا وهنا سالب واحد ضربنا هنا وضربنا هنا اكس تكعيب اكس تكعيب اكس تكعيب ضرب X أعطت X قوة 4 X تكعيب ضرب زائد 1 أعطت زائد X تكعيب تهينا من X تكعيب ناقص 1 هذا ضرب X أعطى ناقص X ناقص 1 هذا ضرب زائد 1 أعطى ناقص 1 ما في عندي حدود متشابهة بجمعها هذا هو الاختبار عملتلكم في وقت الصباح شكرا لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته